لكن الأول أتكلم في نقطة مهمة جدا جدا الفترة اللي احنا فيها دي بتشهد ادعاءات كثيرة وكاذبة غير حقيقية وبشكل غريب جدا في ناس بتطلع تدعي المظلومية وتحاول انها توجه الرأي العام في اتجاه انهم فقدين لحقوقهم ولكن الحقيقة غير كده جماعة ما عرفش ليه دلوقتي بشوف انه بعض البرامج الرياضية اللي المقدمين بتوحها بعد ما لا يشجع النادي الاهلي بتلاقيهم بيعملوا ايه بيعملوا حاجة واحدة بس دلوقتي بيوجه الرأي العام ان النادي الاهلي هو اللي مبوز كل حاجة وهو اللي عامل كل حاجة وحشة وكل حاجة بتحصل غلط فيه بتحصل عشان خطر النادي الاهلي فيه ناس بتطلع توجه في هذا الاتجاه وان فيه نادي يعني مظلوم او فيه اندية مظلومة واندية كذا انا بشوف ان الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم الرد على كل هذه الامور ان الاهلي اذا كنا بنتكلم عن الظلم التحكيمي فالاهلي اكتر نادي بيتعرض للظلم التحكيمي واقدر اجيب لحضراتكم ايه اللي بيحصل في المقابل الفرق المنافسة بتستفيد من اخطاء تحكمية فجة يعني ايه فجة يعني واضحة يعني لا تحتاج الى اي تعليق ولو ركزنا حنلاقي النادي الاهلي بياخد باقي مباريات الدوري مباريات الدوري اللي معمولة على السنة كلها النادي الاهلي بيعملها في شهر ونص بيلعب النادي الاهلي في شهر ونص لدرجة ان الفرق بتلعب كل 72 ساعة مباراة هل اللي انا بقوله ده فيه كلام غير صحيح ابدا لكن الناس طلعا تتكلم وتقول عرقيل بتتحط عرقيل وبعدين انا مش فارق معايا اللي عايز يقول حاجة يقولها ولكن انت ليه بتحط اسم النادي الاهلي في موضوع يا جماعة خلوا الاحترام متبادل وموجود يعني ما هو في الاخر ما هو احنا مش هسكت انا هنا بتكلم في هذا الموضوع لانه انا مش هرد على حد بالمناسبة او ادخل في حالة جدال مع حد واسيب حده او ان انا بس بتحالة علشان التاريخ يفتكر اللحظة دي لا لا خالص لكن انا عايز اوجه رسالة لكل الجماهير مش الاهلوية بس اوعوا تمشوا ورا الباحثين عن الترندات ممكن يكونوا لسه صغيرين صغيرين والله صغيرين سنا بقى صغيرين اي حاجة بلاش تصدقوا كل اللي بيتقال يا جماعة اه تعبنا من المناوشات وزهقنا من الكلام الغير لطيف والكلام ده كله كل اللي انا بطلبه انه لما حد يتكلم يقول الحقيقة كاملة ما يقولش نص الحقيقة ويجيب اسم الاهلي من بعيد او يستدعي اسم الاهلي من بعيد لمجرد ان انا بلاعب جماهيري جماهيره هو يعني حاجة الحقيقة مش طبعية مش طبعية وحاجة تخلي الواحد بيبقى يعني دايما ولكن احنا عندنا سياسة النادي الاهلي عنده سياسة سياسة بيفكر فيها وبتبقى مطبقة على النادي كله عشان كده تلاقي ان بعض البرامج اللي مش موجودة في قناة الاهلي وبتشتغل في قنوات اخرى يعني تلاقيهم بقى يردوا بيقول انهم احنا ماشيين سياسة النادي الاهلي ازاي وبنمشي فيها لا نستطيع ان احنا نطلع بره سياسة النادي الاهلي هو ده اللي اتعلمناه وهو ده اللي عارفينه طول ما احنا موجودين في هذه القناة هنعمل كده لكن لو الواحد بره يعني ما بتبقاش مضطر ان انت تمشي مع سياسة النادي ولكن سياسة النادي ماشية في اتجاه الاحترام الدائم بالمناسبة هي مش سياسة هو ده الطبيعي اللي بيحصل داخل النادي الاهلي احترام الجميع واحترام جميع المنافسين واحترام الجميع لكن يا جماعة من فضلكم الناس اللي بتطلع تتكلم لا احد يستدعي سيرة النادي الاهلي من فضلكم عشان خطري خليكوا تكلموا عن النادي بتاعكم تكلموا على انداء اخرى بتتكلموش عن النادي الاهلي النادي الاهلي عنده اللي يتكلم عنه عنده متحدث رسمي عنده مدير تنفيذي عنده مدير مركز اعلامي عنده ناس كتير عنده قناته تتكلم عنه انا باستغرب جدا جدا في ظل هذه الحالة المزاجية الرائعة للجميع وكلنا بنطالب يطلع واحد كده في النص يداعب جماهيره فيداعب جماهيره بايهات اسم الاهلي ودخله في جملة مفيدة وخلينا نشوف ايه اللي حيحصل بصراحة موضوع مش لطيف انا شخصيا بشوف ودي وجهة نظر الشخصية بالمناسبة بعيدا عن اي وجهات نظر اخر دي وجهة نظر الشخصية فقط لانه اللي انا عارفه انه يجب ان يكون هناك احترام متبادل 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 ما بين الجميع ارجع بقى تاني لماتش الداخلين بس الكلمتين دول انا حبيت اقولهم لانه الناس عاد بتقول لي اسلام يعني ما انت لازم ترد على فلان وعلى علان وعلى ترتين اه بنرد وعلى قد ما سياسة النادي بتتحلينا ان احنا نرد اشتركوا في القناة